بعد فشل الجولة الثانية عشر من محادثات أستانا يبدو أن الأوضاع بمحافظة إدلب ومحيطها تسير نحو الأسوأ لم تجد موسكو بضع من تحميل أنقرة مسؤولية التصعيد في المنطقة كونها لم تفي بالتزاماتها في مناطق خفض التصعيد على اعتبار أنها الطارف الضامن للجماعة المسلحة وزير الخارجية الروسي سرقي لافروف وفي ختم مباحثاته مع وزير خارجية منغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن أكد أن بلاده لن تقبل ببقاء الإرهابيين في إدلب ومناطق أخرى من سوريا إلى الأبد مشاددا على أن لصبر موسكو حدود لافروف أشهد بكلام الرئيس فلاديمير بوتين الذي أكد من جانبه على عدم قبول الإرهابيين هناك أقل بأنهم لن يسمحوا بأن تتحول تلك المناطق إلى محمية للإرهاب مطالبا الجانب التركي الإيفاء بتعهداته وحذر وزير الخارجية الروسي من أن الوضع في إدلب لا يمكن أن يبقى على حاله إلى مال نهاية سيما مع استمرار نشاط هيئة تحرير الشام الإرهابية في تلك المنطقة مبينانا لدى النظام السوري كامل الحق في تطهير جميع تلك المناطق من الإرهاب على حد قوله ويبدو أن مصالح الثالث الأستاني جعلت الوزير يغض ترفع ما يحصل بعفرين السورية من انتهاكاته حيث زعم بأنه لم يسمع ما يقوم به الاحتلال التركي من تشهيد لجدار فاصل بين عفرين ومنطقة الشهبة السورية في مسعى منها لضمها إلى تركيا وشهدت محافظة إدلب في الهوينة الأخيرة تصعيدا عسكريا غير مسبوقة تمثل بقصف مكثف للطيران الروسي وقوة نظام ما تسمى المنطقة منزوعة السلاح وذلك بعد فشل محادثة أستان في إحراز أي تقدم بخصوص الأوضاع هناك ويرى مراقبونان الحديث عن هذا الفشل علانا وبدون رتوش أمر قد يؤدي لتغييرا كبيرا في قواعد الاشتباك والتحالفات وأن أي خطوة في طريق إخراج الفصائل المسلحة من المنطقة لا يصب في مصلحة الضامن التركي الذي يسعى بالتعاون مع الفصائل المسلحة وعلى رأسها النصرة تنفيذ أجندات احتلالية خطيرة في سوريا باتت واضحة للقاسي والداني ترجمة نانسي قنقر